في مشروع درامي قيد الدراسة حالياً أعتقد أنه راح تكون واضحة الأمور خلال الأيام القليلة القادمة عندي رغبة أنه أرجع أشتغل بالتلفزيون هيك عيد التواصل مع الجمهور بالتلفزيون لأن التلفزيون مسلسل إن شاء الله لرمضان القادم تقرأ شيء؟ عم بقرأ روايات هلأ بالحقيقة سوري مصري؟ لأ عم بقرأ أدب عالمي في رواية طبعاً هلأ ما راح أقدر عليك اسمها بس في رواية عالمية عم بدرسها هلأ في احتمال نستوحي منها مشروعنا السينمائي القادم لكن لن يذهب باسر الغطيب باسمه الكبير بـ 2015 ليكون مخرج لعمال خارج السوية هلأ شوف هذا الموضوع ملتبس شوي لأنه لما بروح أنا أنا عم تجيني عروض مثلاً من خارج سوريا لما عم يحكوا معنا من تجين من برا وبهي الظروف عم يطلبوا مخرجين من داخل سوريا هذا اعتراف واضح منهم بـ أهمية الدراما السورية وبأهمية المخرجين السوريين لأنه هلأ المخرجين بالوطن العربي صاروا كتار فلما مثلاً بأي دولة تانية سواء كنا بمصر أو بخليج أو ببنان بيقولوا بدنا المخرج السوري الفلاني أو المخرج السوري الفراني هذا اعتراف بالدراما السورية وبالإنجاز الكبير اللي حققوا المخرجين السوريين خلال هي السنوات فأنا ما بشوف القصة مثل ما قلت لك بهذا الجانب السلبي أنا بشوفها بجانب الإيجابي أنه نحنا نقول لهلكم واحد الإعلال بالحقيقة البقيانين من أخواننا العرب واللي حريصين أنه ضل هي الجسور ممتدة بيننا وبينهم يعني مهرجانات مثلاً بمصر بطاطعنا بس بالمقابل في عدد كبير من الفنانين والمنتجين المصريين الحريصين فعلاً على أنه ضل هي صلة التواصل بيننا وبينهم فلا كمان نحن واجبنا نقول نحن واجبنا نشتغل بسوريا أولاً واجبنا نحافظ على هاي الخطوط الممدودة وعلى هاي العلاقة اللي أصلاً مفروض ما تروح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة